موسيقى تحية لكم مشاهدين اهلا بكم الى حلقة جديدة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز التي نشرت موضوعا بعنوان ميركل تردخ لطلب اردوغان بمحاكمة مذيع تلفزيوني ساخر تقول الصحيفة ان الاعلان المفاجئ عن موافقة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على محاكمة مقدم البرنامج الالماني الساخر الذي اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالوحشية اثارت انقساما حدا في حكومتها وتضيف الصحيفة انه بعد ايام من تصاعد الغضب في المانيا اعلنت ميركل في بيان تلفزيوني مقتضب ان القضاة سيتولون القضية وهم وحدهم من يستطيعون تحديد ما اذا كان مقدم البرامج الساخر ايان ويرمان يجب ان يخضع للمحاكمة بتهمة السخرية من رئيس دولة اجنبية وتشير الصحيفة الى ان ويرمان تلقى الدعم النفسي والاعلامي من عدد من الفنانين المعارضين لميركل بينما اوضح استطلاع للرأي انه اكثر من ثمانين في المائة من الالمان يعتبرون ان بويرمان لم يرتكب جرمان وتؤكد الصحيفة ان بويرمان يقيم حاليا في حماية الشرطة التي تخصص فريقا لحماية منزله وتحركاته وتقول الصحيفة ان وزير الخارجية الالماني فرانك والتر استان ماير اكد ان حزبه وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاحزاب الصغرى الاخرى المشاركة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم ابدوا اعتراضهم على قرار ميركل لكن اعتراضهم تم رفضه ونطلع في صحيفة ستاري تركيا مقالا لناصوحي جوينغور بعنوان التأسيس لمرحلة جديدة بقيادة اردوغان قال فيه الكاتب لقد طرحت سابقا ضرورة تأسيس الدولة التركية من جديد وذكرت بان اللاعب الرئيسي في ذلك هو رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان لماذا يجب تأسيس الدولة من جديد؟ لماذا اردوغان هو العامل الرئيسي في هذا التأسيس؟ في الحقيقة ان النظر الى منطقتنا امر كاف لفهم ذلك وضع العراق عالق في الحضيض لقد عبثت به ايران وتركته ممزقا اكثر مما عملت فيه امريكا وحلفائها ان التقارب التركي مع شمال العراق وبالذات مع الاكراد لا بد ان يشمل جميع الجوانب هذا الاطار سيشمل الاكراد في سوريا بعد مدة قصيرة لكن الوضع في سوريا معقد اكثر من الوضع في العراق تقسيم الدولة الى دولة او اكثر اصبح شيئا من الماضي ايران لا تتخلى عن نظام الاسد وروسيا تتمسك به بكل قوتها اما امريكا وحلفائها فلم يغيروا موقفهم ضد المعارضة الشرعية في سوريا في هذا الاطار ستشرع تركيا بتوفير الامن اولا وستعمل في نفس الوقت على البحث عن حلول لمستقبل اللاجئين الموجودين في اراضيها ايضا ستطرح سياسة تصرف عنها التهديد الذي يشكله الاكراد في سوريا لقد اعطيت مثالين فقط وهما سوريا والعراق سيتم اتخاذ عشرات القرارات المصيرية المشابهة سيتم تغيير بعض السياسات كل قرار سيقتلع الكثير من الاصنام من اماكنها تركيا بحاجة الى هذه الارادة والمضيف هذا الطريق لقد تم الانقلاب على سلطة الشرعية في مصر وكان اردوغان هو الوحيد الذي لم يتراجع خطوة واحدة ولم يستسلم لمحاولة الانقلاب في السابع عشر من الخامس والعشرين من حزيران واحداث تقسيم وما اعقبها من هجمات مستمرة حتى الان لقد انقذ تركيا من الوقوع في الهوية ليس لمرة واحدة وانما لعدة مرات الان تركيا على موعد مع الكثير من القرارات المصيرية والخطيرة لذلك نسمي هذا بتأسيس الدولة من جديد ولنفس الاسباب نتحدث عن القيادة الشجاع العازمة على المضي في هذا الطريق وبالانتقال الى صحيفة خبر الترك التركية نقرأ مقالا لسردار تورغوت بعنوان خطوة تركية جديدة للتعامل مع القضية الكردية واشار فيه الكاتب الى الخطوات الجدة والهمة التي تحققت في الاستراتيجية الكردية برعاية من اردوغان وتنسيق من داود اغلو الخطوط الجوية التركية اقوى شركة في عالم الطيران على مستوى العالم شرعت في تنظيم رحلات بين ديار بكر واربيل منذ العاشر من نيسان لكي يكون لهذه الخطوة اثر ايجابي يجب التفكير في الاستراتيجية الجديدة لحكومة حزب العدالة والتنمية على انها تطور عظيم في القضية الكردية لاول مرة في تاريخ الجمهورية التركية الاستراتيجية الجديدة ستمكن تركيا من تحقيق السلام للاكراد في المنطقة وفي تركيا في اطار مكافحتها للارهاب الذي تفشى بين العناصر الكردية لقد نجحت تركيا في اجبار كل العالم على التعامل مع هذه الاستراتيجية والعمل على تحقيقها ستقوم الدولة بمد يد العون للمواطنين الاكراد الذين يعيشون في المناطق التي تنتشر فيها المنظمات الارهابية بينما يتم ضرب العناصر الارهابية بكل قوة في الوقت الذي يتم فيه مكافحة المنظمات الارهابية في المنطقة كحزب الاتحاد الديمقراطي تقوم تركيا باحتضان الاكراد وتحقيق السلام في المنطقة الموقفان مرتبطان ببعضهما أحدهم مصدره ضوابطنا الداخلية والآخر مصدره التشكيلات الخارجية وكل منهما يوازي الآخر رحلات الطيران تحمل رسالة للأكراد مفادها أننا نحب السلام لهم وللمنطقة ونمد أيدينا إليهم لنبقى أخوة على الدوام تقول هذه الرسالة انظروا إذا كنتم قادرين على اتخاذ القرار فهذه تركيا ستسخر لكم كل إمكانياتها وستعملوا من أجلكم الرسالة موجهة لجميع الأكراد في المنطقة في الوقت الذي يتم فيه مكافحة الإرهاب بكل حزم وعزم ونقرأ في صحيفة النهار اللبنانية لراجح الخوري مقالا بعنوان دستور سوري جديد كتبه لافروف حيث تفيد تقارير دبلوماسية عليها أن جون كيري فوجئ خلال زيارته الأخيرة لموسكو عندما قدم له سيرك لافروف مسودة دستور سوري جديد وطلب منه دراسة وإبداء الملاحظات عليه تمهيدا للتواصل إلى مسودة مشتركة تقوم كل من موسكو وواشنطن بتسويقها لدى حلفائهما وجاءت التصريحات للافروف أول من أمس لتؤكدها عندما أعلن أنه من المتوقع أن يتفق الأطراف السوريون المتفاوضون في جينيف على مسودة دستور جديد وأن ذلك الدستور سيعتمد كأساس للانتقال إلى النظام الجديد على أن يتم تنظيم انتخابات جديدة مبكرة من الضروري الانتباه إلى أن هذا الكلام جاء وقت كان بشار الأسد يجري أول من أمس انتخابات نيابية اعتبرت مهزلة المهازل في نظر المعارضة والأمم المتحدة وعدد كبير من الدول أكثر من مهزلة المهازل أن تكون مسودة الدستور السوري الجديد كتبت في روسيا ولا يهمنا هنا ماذا سوف يكون رأي الأسد الذي لن يقدم أو يؤخر بل ماذا سيكون رأي الإيرانيين الغارقين في الوحول السورية ما هو أكثر من المهزلة أن يواصل فلاديمير بوتين والجوقة السياسية سواء في موسكو أو في طهران الحديث عن حق الشعب السوري في تقرير مصيره في حين يقوم الروس بكتابة مسودة دستوره الجديد نيابة عنه ويتولى الأمريكيون وضع الملاحظات عليها تمهيدا لتسويقها والأصدق لفرضها على السوريين الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره وهو صاحب الحق الوحيد في هذا الشأن لكن الأسد يجري انتخابات نيابية عن الشعب والأفروف يكتب الدستور لهذا الشعب ويحدثون كحرام عن حق السوريين في تقرير مصيرهم موسيقى وختام حلقة اليوم مع صحيفة عينب بلدي ومقال بعنوان مسؤول تركي دمج السوريين في المجتمع ضرورة لا أعتقد أنهم سيعودون حيث قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك إنه من اللازم البدء بعملية دمج اللاجئين السوريين لأن وجودهم في تركيا يمكن أن يطول التصريح جاء خلال حديث المسؤول التركي يوم أمس ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن وخلال فترة مناقشة أوضاع اللاجئين في الغرفة التجارية الأمريكية في العاصمة واشنطن شيمشيك اعتبر أن وجود السوريين في تركيا أصبح على عكس التوقعات وأن بقاءهم لن يكون مؤقتا ويجب أن يبدأ بسياسة دمجهم ما قمت به تركيا وما أمله عليها ضميرها جاءوا لحماية أرواحهم ولتلبية احتياجاتهم بحسب شيمشيك الذي أضاف دعونا لا ننظر للقضية أنها مؤقتة ربما قدرنا الأمور بشكل خاطئ أو قدرنا الأمور بشكل خاطئ أو لم نستطع التوقع بشكل جيد وأشبه المسؤول التركي حال السوريين اليوم بالأتراك في ألمانيا ستينيات القرن الماضي أثناء توجه مواطني بلاده للعمل في ألمانيا هؤلاء الأتراك أصبحوا جزءا من المجتمع ولو أنهم دمجوا بشكل جيد في المجتمع لكانوا وفروا فوائد كبيرة ألمانيا تقوم بهذا الآن واللاجئون عندنا لم نقم بدراستهم إن كانوا سيبقون أو سيرحلون ويجب أن نعد لهم مدارس جيدة وتعليما تأهيليا للعمل ويجب أن نعملهم باحترام وفي الختام اعتبر الشيمشيك أنه إذا غيرنا نفسيتنا ونظرنا بشكل مناسب سنرى هؤلاء اللاجئين مكسبا وبعضهم لن يعود أبدا لهذا يجب أن نعمل على تعليمهم اللغة وإكسابهم مهارات ودمجهم بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة